بسم الله الرحمن الرحيم أنا اللعب الأولمبي محمود فوزي رشاد لعب منتخب مصر المصارع في البداية عرف الناس بس أنا حصل على ذهبية بطولة عربية في المغرب حصل على ذهبية الأندلة العربية حصل على ذهبية بطولة أم أفرق كذا مغررة وأخذ ميداليا فضاء في دورة تأهلية لعب الأولمبياء وأخذ ميداليا الدهب وفضاء برونز في الطولات دولية في ألمانيا وفي أسبانيا في بولندا وفي المغر والحمد لله السنة اللي فاتت واللي قبلها كنتم مصنف من أحسن عشر في العالم والحمد لله عملت المصر كتير جدا في بطولات ومحافل دولية وعالمية الموقف اللي حصل ده مش أول مرة يحصل معايا السنة اللي فاتت في بطولة العالم 2017 اتشلت من بطولة العالم لأن في لعب كما وجود في معسكر المنتخب اللعب ده والده صاحب الأستاذ فرج عامر اللي هو رئيس مجلس إدارة مدسموحة وماسك لجنس الشباب والرياضة في مجلس الشعب وصاحب شركات فرجل معروف يعني في مصر المهم السنة اللي فاتت اتشلت من بطولة العالم بسبب أن الرجل ده ضغط على الناس في الاتحاد عشان اللعب ده يسافر واللعب ده يسافر بطولة العالم فعلاً السنة اللي فاتت وخسر عدم تكافؤة عشرة صفر من أول مباراة برا السنة دي احنا بنستعد لدورة العام البحر المتوسط وانا من شهر واحد اللي فات وانا في معسكرات في ألمانيا وفي بولندا وفي بولغاريا وفي رومانيا ومعسكرات وبطولات مع التنصيق مع الاتحاد ومعظمهم على نفاقات الشخصية وموجود دلوقتي في معسكر منتخب مصر اتفاجئت ان انا اسمي متشال من ادوية العرب البحر المتوسط مع ان المدير الفني حطت اسمين اسمي واسم اللاعب ده لحين اجراء مباريات المباريات دي كانت مبارح والنهاردة واللعب ملعبش مبارح والنهاردة لقيت الاتحاد لغى المباريات كلمت رئيس الاتحاد قالت له انا معرفش حاجة عن المباريات دي قلت للمدير الفني كابتن حسيم كابتن حسيم مصطفى حامد رئيس الاتحاد يقول كذا كذا انا معرفش حاجة عن المباريات قال لا انا بعت اسمين بس اسمين للاتحاد اسمك واسم الشخص ده اللاعب ده وهيختار منهم واحد لحين المباريات اللي قلت عليها كانت مبارح والنهاردة اللاعب ملعبش والنهاردة رئيس الاتحاد يقول انا معرفش حاجة عن الكلام ده معرفش ازاي رئيس الاتحاد ومعرفش حاجة عن الكلام ده قاعد كل ده بقى ليس خمس ست شهور بستعدل دورة ارباح المتوسط وبعدها المفروض بستعدل بطولة العالم وفي الاخرى هتشال خالص والاتحاد انا معرفش اساس فرج عامر عشان اللاعب ده نصيبه ان هو معي في نفس الوزن وفي مصر اي حاجة تخص الاتحاد او موجود فيها اللاعب ده انا بتشال منها عشان الاساس فرج عامر بيضغط على الاتحاد معرفش بقى بيضغط على مين في الاتحاد في الاتحاد المصرعة الاتحاد المصرعة عندنا العمير عصام نوار هو رئيس مجلس الدارة الاتحاد والعقيد هاني عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدارة الاتحاد انا معرفش الناس دي بتخاف منه ليه معرفش بينفزوا كلامه ليه بس هي بشكلها كده مصالح بس اللي انا عايز اقوله للناس حسب الله نعمل اكيل حسب الله نعمل اكيل فيكو وانا دلوقت بعرفكو بقول للناس كلها ان انا بطلت رياضة ومش هلعب رياضة تاني في مصر لان خلاص ما بقاش الواحد يعني بقيت تتعب واتعبك خلاص هيجي حد تاني هيهدهو لك فانا بقول للناس ياريت محدش لعب رياضة في مصر عشان فعلا القائمين عليها حسب الله نعمل اكيل